نجحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران وفيما عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تختص في الضريب الدولي للمخدرات مكونة من عشرة أشخاص من دوي السوابق العدلية تتراوح أعمارهما بين 29 و 45 سنة وحجزت ذات المصالح على إثر العملية أزيد من 10 كيلوغرام من مدة الكوكايين 72 كيلوغرام من القناب الهندي ومبلغ مالي فاق 97 مليون سنتيم و 6 مركبات التغطية لشرق يوسف فرقة البحث والتدخل البيري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران وفي سياق عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المنظمة الدولية العابرة للحدود ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للتصدي للاتجار غير شرعي بالمخدرات ببلادنا أطحنا بشبكة إجرامية منظمة دولية عابرة للحدود في جناية التهريب الدولي للمخدرات كوكايين وكيف معالج تخزينها نقلها شحنها باستعمال مركبة ذات محرك مهيئة بمخابئة سرية تسليمها لغرض الاتجار فيها دمن شبكة إجرامية منظمة دولية عابرة للحدود التهريب على درجة من الخطورة ماسة بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية والأمن الوطني تنظيم وتسيير وتمويل شبكة إجرامية منظمة دولية عابرة للحدود تبيض العائدات الإجرامية المتأتية عن الاتجار غير شرعي بالمخدرات الإثراء غير مشروع مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرفي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن أسفرة العملية عن توقيف عشرة أشخاص مع حج مافاق عشر كيلوغرام من مادة الكوكايين ذات التركيز العالي مافاق 72 كيلوغرام من الكيفي المعالج مافاق 97 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية مع حز ستة مركبات كانت تستعمل في هذه العائدات الإجرامية ليكون حصيل جميع المحجوزات يفوق 30 مليار سنتيم ليتم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيقدمون بمجبه أمام العدالة